والسؤال الختامي تفضلوا تستخدموا المايكروفون جيمس لاندن من بي بي سي نيوز مع الوزيرة هل روسا جدية في إيجاد حل لحذة الأزمة الأوكرانية بماذا أتيتم اليوم إلى هذه المفاوضات كيف يمكن الدبلوماسية أن تحل المسألة في أوكرانيا لأن هناك كثير من القتل والجرحة في صفح المدنيين ثالث مرة يسألوني عن دار التوليد وثالث مرة لا يرغبون أن يسمعوا الجواب هل يمكن أن تفهموا اللغة الروسية؟ أنا أكرر مرة أخرى هذا يعني أنكم لم تسمعوني لما قلته حول هذه المسألة بالذات لأن وكالتكم وغيرها من الوكالات الإعلام كانت قد استخدمتها كعنوان رئيسي أنا قلت أنه في السابع من آذار في مجلس الأمن شرحنا أنه ليس هناك أحد في دار التوليد لقد شغلته كتيبة أزوف وطردت كل من فيه ويستخدمونه كقاعدة ويستخدمون الناس كدروع بشرية ويحولون الأحياء السكنية كدروع بشرية ويضعون معداتهم العسكرية فيها ومن هناك يقصفون المواقع العسكرية الروسية أما فيما يخص اقتراحاتنا نحن اقتراحاتنا جدية منذ الخامس عشر من ديسمبر حول بناء نظام أمني وليس نظام أمني جديد وإنما تطبيق ما تم الاتفاق عليه أكثر من مرة على المستوى الرفيع بما في ذلك قمة منظمة أمني وتعاون في أوروبا في إسطنبول وفي أستاني في عام 2010 كان قد كتب أن كل دولة يحق لها أن تختار حليفها ولكن لا يحق لأحد أن يعزز أمنه على حساب أمن الآخرين هذه الصيغة موجودة وتم الاتفاق عليها أنتم ذكرتم الدبلوماسية هذه قمة الدبلوماسية هذه القمة للدبلوماسية التي تم التصديق عليها من قبل رؤسائنا وجيراننا حتى من قبل العالم الحر كما تسمونه التوقيع كان على أنه لا أحد يجب أن يبني أمنه على حساب الآخرين ولا حق لأي منظمة في الفضاء الأوروبي أن تهيمن على البقية وهذا ما يقوم به الناتو خلافاً لالتزامات جميع أعضائه وعندما بالرد على اقتراحنا لتوقيع اتفاقية بين روسيا والناتو لوضع مبدأ أساسي الموجود من الوثائق التي تم توقيع عليها على المستوى الرفيع وهي تحمل صفة إلزامية وبدلاً من أن يردوا على مستوى الدولة ردوا علينا بقطعة ورق ومن قبل باريل وسوتنبرغ بأنهم لا تقلقوا ونحن مستعدون للحديث وأن ما تم التوقيع على هذه الالتزامات التي نطالب بتنفيذها ليس الناتو والاتحاد الأوروبي بل دول بحد ذاتها ترجمة نانسي قنقر